الحياة يمكن ان يبقى عندي وقت نظر مختلفة شوية هو احنا من ساعة ما سمينا التنمر والبركة تقلت يعني انا من الجيل اللي تربق ان يبقى جلده تخين شوية انا طبعا عملي كنت طفلة قلبوزة جدا جدا والصحابة يتريقوا في الفصل والمدرسين يتريقوا دابدوبة تخينة كانت مكسرة الدنيا و هو و هو عمرها ما عملت لي عقدة كانوا اهلي يعني دايما بدييني الاحساس ان هعيتي قلبوزة بس امورها ايه المشكلة هل ان احنا القينا الدق بالزيادة على فكرة التنمر في بدأة العيال او الاطفال ياخدوها بمحمل مؤذي ولا الفكرة جات منين ما طول عمرنا شعب بيحب يهزر و يتريق يعني حالا دي حتة مهمة اوي هو الاول عشان بيعرفين بس ان الناس تعرف يعني ايه التنمر عشان لو الناس مش واخدة بالها هو سلوك عنيف بيقوم بشخص او مجموعة من الاشخاص تجاه شخص اخ يعني ممكن مجموعة من الزملاء او تلاميذ بيعملوه ضد طفل تاني او طفل واحد هو اللي بيقود ده و بيعمله ضد طفل تاني الفكرة الهزار سلوك عنيف قول او فعل يعني ايه السلوك ده ممكن يكون هو سلوك عنيف السلوك ده ممكن يكون قول او عنف جسدي ده مش مقبول طبع او عنف اجتماعي ان احنا نتجاهله نركنه في جنب بنيجي نلعب كرة لا انت متلعبش معنا انت متعودش معنا هنوض مع بعض ما نتعاملش معاك فان احنا حتى الاهمال والتجاهل والحاجات ده ده نوع من انواع السلوك العنيف اللي ممكن يبقى نوع من انواع التنم اللفظ اللي طبعا العنف اللي هو الجسدي ان انا اشده ازقه اضربه اتعامل معاه بتاع او نوع من انواع التحقير وفي بعض الاوقات كمان ازاعة الاشاعات عن هذا الشخص او ان انا اقول عليه صفات مش موجودة فيه او ان انا انشر عليه حتة واقول عليه اديله رقب معين ونقض كلنا نتاري تناوز بالالقات الحتة اللي حرك قلتيها اه طبعا كلنا بنهزر كلنا كنا بنهزر واحنا صغيرين وكلنا بنهزر وكل الاطفال مع بعض لازم هيبقى فيه جانب من الهزار لازم نفرق ما بين الهزار والتنمر الهزار ده والسلوك ده عشان نقول عليه تنمر لازم يكون سلوك تكراري مقصود ويكون فيه فرق في القوة تكراري يعني لازم ده الموقف ده بيتكرر كل شوية واللي بيقوله ده بيقصد انه يقصر اللي قدامه او يقزيه وفي نفس الوقت فيه فرق في القوة ان الشخص المتنمر عليه بيكون ضعيف شوية لكن فكرة الهزار كلنا بنهزر قبل ما نخش دلوقتي هوا على طول انا معايا بنتي برة بنتي في خمسة بتدائي اسمها بغوش فبقول لها تسمعين حاجة اسمها التنمر قالتلي اه طبعا فيه تنمر وبتاع قولي لها قلتلي طب قوليلي في الفصل كده اه مين بيتنمر عندكم ومين بيعمل قلتلي كل الفصل بيتنمر اصلا اصلا فالفكرة الفكرة المتبعة مش ده طبعا هو ده المقصود هو كلنا بنهزر وكلنا بنتريع وكلنا بنعمل لكن لما نمسك واحد من الفصل او من شخص معين ونقعد نتريع عليه بشكل تكراري وشكل متعمد الى انه يقزيه ها هنا بقى ده التنمر على فكرة اعداده عالية وارقامه عالية يعني عالميا النسبة بتاعته من واحد لكل تلاتة من الطلابة بيحصل لهم تنمر في مصر احصائيات بتقول اليونيسيف قالت انه وصل ليه سبعين في المائة من الطلاب حصل وتعرض لهم درجة من درجات التنمر خطورة الموضوع ليه بنتكلم عليه الوقتي وليه بنتكلم عليه لان بدأ يبقى فيه اهتمام به لان فعلا الطفل بقى اللي بيكون فريسة للتنمر ده زي ما حضرتك قلتي ممكن يتعرض لكتير من المشاكل النفسية والاجتماعية هو اول وزي ما استاذة بنقالت حتى اللي بيعمل تنمر هو نفسه عنده مشاكل